خليني افكر حضراتكم قبل ما نبدأ في مبادرة هاي تيك النهاردة عايز افكرك لو عايز تشترك في مبادرة هاي تيك تعمل ايه عندك اختيارين من اتنين تدخل على صفحتي على الفيسبوك صفحة عمر الشال عمر الشال بيتش ده شكل الصفحة تقدر حالك تبعاتلي حالا رسالة على الصفحة وتقول انك عايز تشترك في مبادرة هاي تيك هيجي لك شروط ارجو ان انت تلتزم بالشروط دي مهمة جدا الشروط دي يا جماعة لانه في القنوات التي لا تنطبق عليها الشروط دي بنرفض ان احنا نعرضها في البرنامج من ضمن الشروط دي ان يكون المحتوى باللغة العربية ان يكون في اضافة ما يكونش انت ناسخ محتوى من قنوات تانية ان يكون القناة طبعا اكيد ما فيهش حاجة طبعا تخلف الزوق او الاداب العامة يعني بعض الشروط الها جيلك بشكل اوتوماتيكي ابعتلي لينك القناة ومعلومات عنها ومعلومات عنك وبالتالي نقدر نراجع القناة ان شاء الله ونقبلها في العرض فيه تعليق كان مكتوب على البث المباشر حد بيسألني هو ليه المبادرة دي خاصة فقط بقنوات اليوتيوب مش خاصة بحسابات الانستجرام حقيقة دي نقطة مهمة خلينا اخدها كده في دقيقة احنا مش بناخد صفحات فيسبوك ولا حسابات انستجرام او اي حاجة تانية لانه بنبقى شايفين ان قنوات اليوتيوب فيها محتوى اكتر يعني انت بتقدم فيها مادة تعليمية مادة حتى لو ترفيهية فيها اضافة ما لكن الحسابات الشخصية وكده انا مش عايز اروح ناحية ان احنا بنعمل اعلانات للحسابات او كده لكن لو افترضنا لو افترضنا ان في صفحة جيدة جدا على الفيسبوك فيها محتوى فعلا قيم او حساب على انستجرام في محتوى فعلا قيم تقدر تبعته لنا ان شاء الله ونرجعه ولو شفنا ان هو في اضافة ان احنا نعرضه او ان احنا ندعمه هنعمل ده بالتأكيد خلونا نتكلم بقى النهاردة على الثلاث قنوات اللي معانا باذن الله هم ثلاث قنوات مختلفين شوية اول قناة تحت اسم كيرو هيرو كيرو هيرو دي قناة تخص التعليم المونتاج ده شكل القناة صاحب القناة اسمه كيمو 14 سنة من مصر هي قناة خاصة بتعليم المونتاج وعمل ايدت صور وتحميل برامج لمساعدة الناس في صناعة المحتوى يعني لو انت عايز تدخل في مجال المونتاج بس من الموبايل وحاجة كده سهلة وبسيطة فالقناة دي هتدي لك محتوى جيد جدا المحتوى اللي فيها لطيف انا شفت كتير من الفيديوهات اللي موجودة العدد المشتركين في القناة حوالي 1300 مشترك وفيها 16000 مشاهدة ودي قناة الاولى مفيدة جدا لو انت عايز تتعلم او تعرف البرامج اللي ممكن تستخدمها في المونتاج نروح للقناة التانية اللي معنا النهاردة بإذن الله هي تحت اسم فوركس برو فوركس برو دي شكل القناة هي كزيلي قناة شبه شوية قناة اللي فاتت بس فيها احتراف اكتر شوية هي قناة خاصة بتصميم بنارات وعمل لجوهات وعمل صور مصغرة للفيديوهات او للسوشيال ميديا عموما عمل توقيع او سيجنيتشر فيها بعض الشروحات للتصميم بشكل بسيط بيصمم حتى هو نفسه بيمكن يقدر يعمل تصميم للاشخاص مقابل دعم للقناة اللي مشترك يكون انت عندك قناة مشترك فيها اكتر من الف مشترك فهو ممكن يعمل لك حاجة مجانية على اعتبر ان انت تنشر على القناة ويعني فيها كده ايه نوع من التكافل خلان اقول بيعمل كمان صاحب القناة بيعمل جيفاوي على تصميم للبنارات واللجوهات المجانية للقنوات اللي فيها اكتر من الف مشترك صاحب القناة ده اسمه عبدالقادر اديب عمره 16 سنة هو سوري ولكنه عايش في تركيا وزي من تلك القناة فيها محتوى مور بروفيشنال اكتر وقناة فيها محتوى جيد الحقيقة عدد المشتركين في القناة هو مخفيفة مش باين عدد المشتركين لكن القناة فيها حوالي 250 الف مشاهدة للفيديوهات نروح لي القناة التالتة اللي معانا النهاردة انا الحقيقة اظن ان انا كاتب اسم القناة خطأ لو نعرض شكل القناة عشان اقدر اقولكم اسم القناة التالتة القناة التالتة اسمها حموكشة نعم قناة حموكشة هي قناة ترفيهية بقى شوية واسم القناة زي ما انت شايفين على الشاشة بالاسم العربي والانجليزي هو صاحب القناة اسمه محمد هو من مصر مشهور باسم حموكشة بنزل فيديوهات ترفيهية شوية لطيفة على اليوتيوب بقى له كم سنة مشترك بيعمل فيديوهات ترفيهية وري اكشن وتحديات ومقالب هو يعني دمه لطيف دمه خفيف يعني تقدر تتفرج عليه بلطافة محتوى بتاعه زي ما انت شايفين على الشاشة محتوى غزير هو مقل شوية بقى له فترة لكن يعني بدعم حضرتكم ان شاء الله يرجع تاني يبقى نشط اكتر القناة فيها دلوقتي حوالي 4000 مشترك وفيها 399000 مشاهدة ودي كانت قناة حموكشة وهي قناة التالتة فكر حضرتك لو عايز تبعث لنا للاشتراك تقدر تبعثلي على صفحة الفيسبوك او كمان تقدر تدخل على موقع هايتك هايتك ويب دوت كوم هتلاقي في القائمة فوق زي ما انت شايف كده على الشمال مكتوب مبادرة هايتك لو ضغطت عليها يطلع لك فورم املى الفورم دي بس وهيجلنا ايميل على طول بالمعلومات اللي احنا عايزينها كلها وبالتالي تقدر تقدر تقدم للاشتراك في مبادرة هايتك